بيوت مهدمة وانعدام في الخدمات وتجاهل حكومي كل ذلك كان بانتظار أهالي قرية لصعيوات في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين ممن عادوا لمناطق سكناهم بعد اضطرارهم للنزوح منها أثناء المعارك التي دورت عام 2015 ماء ماكو كهرباء موشي خدمات ماكو يعني تعيين ماكو كلها ماكو هذه اللي جعنا تقريبا من خمسة سنين صار لنا والله خالي لا مديرنا حي يمرنا لحد يمرنا احنا ما عدنا ريد خدمات ريد حديثة يستعيلينا ريد الماء ماكو كهرباء موشي بيوتنا واقعة رواتب ماكو تعيين ماكو عراقيين احنا عدوان روحنا معراقيين هاي بيوتنا هلم هدى مقبالكم لا يختصر الأمر عند هذا الكم من المعاناة فهناك المرض وضيق الحال وانتظار لحلول قد طال أمدها أنا مريضة بمرض مجمل فشل كلاوي أطالب المحافظ أنه يساعدني كل شي ما عندي لا راتب لا وعلاجي صعب الله رجعنا من النجوح احنا تعرف اللي يرجع من النجوح يلقى بيوتها مهدم يلقى بيوتها كذا يلقى بيوتها يعني محترج يلقى بيوتها يريد لا ما عنده مثلا لا ما عنده فلوس بيش يسوي مو قد تبدو معاناة أهالي قرية الإسعوات نسخة مكررة لما يعانيه الكثير من العراقيين النازحين الذين تركوا ديارهم بحثا عن الأمان وحفاظا على حياتهم إلا أنها بالتأكيد تظهر مجددا ذلك الجانب المظلم من الواقع المرير المفروض في عراق اليوم اشتركوا في القناة